إذن هي رسائل مكتوبة بخط اليد وسيلة تواصل جديدة بين قادة حركة حماس بعدما لحقت أضرار جسيمة وذلك بمقاسم شبكة الاتصالات لدى الحركة كان بعضها موجودا داخل أنفاق دمرها الجيش الإسرائيلي هذا ما كشفت عنه مصادر فلسطينية قريبة من الحركة قالت لصحيفة الشرق الأوسط إن حماس تلجأ إلى مقربين غير معروفين لنقل هذه الرسائل من شخص إلى آخر ومن مكان إلى آخر عملية النقل تلك تتم وفق المصادر عبر إجراءات أمنية صارمة لمنع تتبع حركة الاتصالات تحت أي ظرف هذه الرسائل المكتوبة تضيف المصادر أنها تنقل لأشخاص لهم تواصل بطرق مختلفة مع قيادة حماس في الخارج التي تحتاج إلى موافقة قيادة الداخل على أي قرار متعلق بهذه الحرب في بداية الحرب الحالية تروي المصادر أن قادة حماس كانوا يعتمدون على اتصالات أرضية خاصة ابتكرها مهندس الحركة عام 2009 وراحوا يطورونها مع مرور الوقت هنا تروي المصادر أن لكل قيادي نقطة اتصال خاصة به وذلك برقم محدد يجري التواصل عبره في الحالات الطارئة المصادر قالت إن إسرائيل كانت على علم بهذا النظام حاولت اختراقه مرات عدة ثم حاولت استهدافه أيضا ومع تمدد الهجمات في معظم أنحاء القطاع فقد فقدت حماس كثيرا من أنفاقها المخصصة لمقاسم الاتصالات إلى جانب الكثير من نقاط الاتصال المحددة فوق الأرض طرت إلى استخدام أساليب قديمة جدا للتواصل فيما بينها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر